قامت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة بإعادة افتتاح مطار الأبرق الدولي بحضور السيد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل ورئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار الأبرق الدولي ووفد رفيع المستوى من الحكومة الليبية المؤقتة تضمن نائب ورئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الدفاع وعدد من النواب والوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والقيادات العسكرية بالقوات العربية الليبية المسلحة وعمداء بلدية الجبل الأخضر وعدد من سكان المنطقة كل الخدمات المطلوبة مننا سواء للمسافرين أو لشركات الناقلة شكرا لكم لحضوركم تقضية هذا الحدث شكر لقوات المسلحة العربية الليبية ومبارك لهذا صراتها على قوى الظلم والإرهاب التي لو لاها ما وصلنش لهذه اللحظة تضمنت السيانة العديد من المرافق بالمطار منها صالة الركاب وصيانة المهبط وسحة وقوف الطائرات وتركيب حقل إنارة كامل وإنشاء برج مراقبة بما يتناسب مع راحة المسافرين وتقديم كل الخدمات لهم حيث أثنى جميع الحاضرين على المجودات التي بذلت من أجل إعادة إحياء هذا الصرح المهم الذي يخدم كافة المواطنين في ليبيا عامة ومنطقة الجبل الأخضر بسبب خاصة لقناة ليبيا الحدث أحمد العجلي